تقدم لميليشيا الحوثي في مديرية الحزمة بعد استيلائها على مديرية الغيل فالأنباء الواردة من الجوف تشير إلى اقتحام عاصمة المحافظة بعد معارك عنيفة بين الجيش والميليشيا المصادر العسكرية أفادت بأن المعارك لا تزال مستمرة على أطراف مديرية الحزمة وفي جبهتي حام والعقبة بالجوف وأكدت المصادر أن الدخول السريع للحوثيين إلى عاصمة محافظة الجوف أتى نتيجة انسحاب لقوات الجيش من محيط مركز الحزمة في الوقت الذي أكدت فيه مصادر محلية انسحاب قوات التحالف المتمركزة في مدينة الحزمة قبيل دخول الحوثي تسند مديرية الغيل ظهرها إلى جبال الساقية التابعة للجوف التي تتلاقى بجبال يام التابعة لصنعاء وهو ما جعل من الغيل خط إسناد للحوثي كما أن مديرية الحزمة تعد موقعا استراتيجيا قريبا من محافظة مارب ويرجع ناقدين لأداء الشرعية سقوط مديريتي الغيل والحزمة إلى قلة الإمدادات العسكرية للجيش وانخفاض الطلعات الجوية للتحالف بالإضافة إلى انسحاب قواته من الحزمة ترتبط الجوف جغرافيا بمحافظات عمران وصنعاء ومارب وحضرموت وصعدة فضلا عن امتدادها باتجاه حدود السعودية وهو ما يفسر السماتة ميليشيا الحوثي في السيطرة عليها ويمثل خروج مديريتي الغيل والحزم من يد الجيش تهديدا محتملا لمحافظة مأرب لكن التقدم السريع لميليشيا الحوثي خلق شكوكا كبيرة حول ما الذي يجري في الجوف ولماذا يكرر التحالف خذلانا والشرعية تفرجها لجيش وطني ظل لسنوات صامدا في جبال ورمال الجوف الشاسعة